في اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له كل المجد الابد امين موعدنا في هذا المساء ايها الاحباء مع استكمال دراستنا في رسالة القديس بولوس الى روما الاصحاح الثالث في هذا الفصل سنتواجه مع مجموعة مهمة جدا من الاسئلة تهم فهم الايمان وتهم معنى هل الانسان الذي يعمل باعمال باحكام الشريعة يصير بار عند الله وما هو الانسان البار كيف اعرف انني انسان بار او كيف اعرف انني انسان خاطئ هل الانسان البار لا يخطئ ابدا وما الفرق بين خطيئة الانسان البار وخطيئة الانسان الخاطئ وما نتيجة كل منهما في هذه الليلة بمشيئة الله سنجيب على هذه الاسئلة ونبدأ الان من الطرح اللي الرسول بولوس بيقدمه في الاصحة التالت من رسالته الى روما الطرح اللي بيقدمه عبارة عن مقارنة بين الانسان البار بحسب مفهوم العهد القديم والانسان البار بحسب مفهوم العهد الجديد وتعليم المسيحية اللي صار لنا من المسيح بس في البداية عشان نبدأ الدراسة عايز اقول ان الترجمة اللي في ادينا دي ترجمة فات عليها اكتر من مئة سنة وفيها كلمات كتير لم تترجم يعني لو كانت بالعبري سابوها زي ما هي زي كلمة الملكوت مساء او زي كلمة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة اللي هي كلمة الناموس كلمة الناموس دي كلمة يونانية تتنطق باليوناني نيموس ونيموس يعني الشريعة او القانون فمن المفيد ان كل واحد فينا يقتني نسخة من الترجمة اللي اسمها المشتركة مشتركة يعني اشترك فيها كل الطواف اللي صدرت في جيلنا هذا لان هتلاقي ان اللغة بتاعتها اكثر اقترابا من ما انت تعرفه فهو الان بيبتدي المقارنة على النحو التالي بيطرح السؤال التالي هل يستطيع الانسان ان يصل الى البر ويصبح بار اذا عمل باحكام الشريعة التي اعطاها موسى النبي الاجابة لا هو بيجاوب رسول بوس بيجاوب لا ليه لا لان الشريعة لا تستطيع ان تعطيك الا ان تعرف من خلالها ايه الخطيئة وايه الذي ليس هو خطيئة لكن الشريعة غير قادرة ان تعطيك ما هو اكثر من هذا ايه ما هو اكثر من هذا ما هو اكثر من هذا اي البر طب وما تدنيش ليه البر يعني انا مقامن بموسى النبي ان هو مرسل من عند الله وان هو كليم الله وان الله كلمه ومقامن ان الشريعة اللي ادهاني من عند ربنا ومش بس مقامن وبعمل بيها ليه الشريعة ما تقدرش تديني البر وليه الايمان بموسى النبي كليم الله لا يستطيع ان يعطيني البر علشان نجاوب السؤال لازم نقول ونشرح ما هو البر هل البر ان انا اعمل احكام الشريعة الرسول بولوس بيجاوب بيقول لا ما للبر ايه البر لا يعطيه الا البار ومين بقى البار اللي يقدر يبرر ان يمنح البر البر هو الله ما فيش غيره طب وموسى النبي مش بار ما موسى النبي انسان طب ويجرى ايه لما يبقى انسان ليه ما يبقاش انسان ويبقى بار لانه ليس احد بلا خطيه حتى لو كان نبي حتى لو كان نبي يعني موسى النبي وقع في خطايا واخطاء مكتوبة في التوراة ولا في الكتاب محدس فعال قديم الاجابة نعم لا يوجد انسان بدون خطيه حتى موسى النبي وكافة الانبياء بدون استثناء يبقى ولا واحد من الانبياء بار ولا بما انه موسى النبي ليس بارا فهو لا يستطيع ان يمنح البر برضو ما جاوبناش على السؤال بطريقة محددة ايه السؤال تاني ما هو البر يبقى احنا قلنا هل لما يعمل الشريعة يبقى بار لكن ما قلناش ما هو البر الاجابة البر هو حياة الله ولهذا لان البر هو حياة الله فليس احد بار الا الله ولا يستطيع احد ان يبرر ان يمنح البر للانسان الى الله لان البر هو حياته وهو اللي يستطيع ان يعطي حياته للانسان فيجعله بار وهذا ما لم يستطع ان يقدمه نبي عظيم مثل موسى النبي لانه ليس له حياة الله يجي واحد بقى يقول لي انا مؤمن وموحد بالله هايل انا كمان مؤمن وموحد بالله بس مش بس انا وانت اللي مؤمنين وموحدين بالله لا ده الانجيل قال لنا بمنطقة الصراحة ان الشياطين مؤمنين مؤمنين وموحدين بالله قال في الكلام ده قال في رسالة يعقوب انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل والشياطين ايضا يؤمنون ويقشعرون يبقى اذا كونك مؤمن وموحد بالله وكوني مؤمن وموحد بالله كذلك غير كافي ان يمنحني البر لانه والشياطين ايضا مؤمنين وموحدين بالله ويقشعرون ولم يحصلوا على البر يعني ما عندهمش حياة الله يعني دلوقتي واحد يقول انا انا مؤمن من ثلاث سنين والدليل على اني مؤمن كلام الانجيل اللي هو ايه الانجيل بيقول انه الايمان هو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى والكلام ده مكتوب فين الكلام ده مكتوب في الرسالة الى العبرانين ده كلام جميل اوي بس انت عفوا لم تقرأ الاسحاح كله علشان تتبين ان هو في هذا الاسحاح بيتكلم عن ايمان الثقة بموعيد الله فالايمان هو الثقة بما يرجى هو الان بيعطي تعريف للايمان بوعود الله وليس بالايمان الذي يخلص طبعا اجابة نعم ازاي الايمان بموعيد الله يعني انا مؤمن ان الله هيكرم اللي بيطيع وصية هيكرمني الايمان بموعيد الله ان انا مؤمن انه هيعطيني احتياجي حينما اتضرع اليه ده الايمان بوعود الله لكن الايمان الذي يخلص هو الايمان الذي يوصلك الى حياة الله الايمان اللي يقدر يسلمك حياة الله وعلشان كده هو الوقت بيقارن بين حكتين وبين شخصين الحكتين هما ايه العهد القديم والعهد الجديد الله ما العهدين موجودين في الكتاب مؤدس ايوه وماله احنا عندنا في الكتاب مؤدس الاتنين لكن القديم ليس مثل الجديد القديم حاجة والجديد حاجة والمقارنة الان بين شخصين النبي موسى ويسوع المسيح ابن الله احنا شرحنا بقى كتير ابن الله يعني ايه يعني ظهر فيه الله يعني تجسدت فيه حياة الله فلانه ابن الله فهو عنده حياة الله ولما نرجع بقى للمقارنة ونقول موسى النبي كليم الله يعني عنده كلام كلام عن الله فاذا موسى النبي اعطى للشعب ايه اقوال الشريعة كلام من عند الله لكن موسى النبي لم يستطع ان يعطي للناس حياة الله لماذا لانه لا يمتلكها من حال اصل نروح بقى للوجه الاخر ولكن المسيح ابن الله يعني ايه يعني فيه حل كل ملء اللهود جسدية الله ده المسيح كان انسان ايوه كان انسان شاركنا في الطبيعة الانسانية وكان انسانا مثلنا شابهنا في كل شيء ما خلى الخطيئة وحدها كلام صحيح مية في المية ولكن هذا الوعاء الانساني اللي انت شايفه سر ان يحل فيه كل ملء اللهود جسدية يعني فيه حياة الله وعشان كده فيه فرق من الايمان بالمسيح والايمان بالشريعة او بموسى النبي الايمان بموسى النبي وبالشريعة يعطيك كلام على الله لكن الايمان بابن الله يعطيك حياة الله يعني ايه بقى يصبح الانسان بار يعني حياة الله تصير فيه تدخل الى كيانه فلما تصير حياة الله في الانسان تغير كيان الانسان فيصبح بار اهو ده يعني ايه المؤمن بتعريف العهد الجديد ده كلام طيب جدا السؤال الان انت دلوقتي عايز تعرف نفسك يا ترى انت بار مؤمن ولا انت خاطي تحت الخطية ما خدتش الحياة الجديدة لم تأخذ الحياة التي في المسيح التي تجعلها كبار يعني انت بتعمل وصايا العشرة وبتروح الكنيسة وبتزكي وبتطلع من فلوسك للفقرة وبتيجي تصلي هوقا ديك قاعد في الكنيسة هوقا جاي تصلي يا ترى ومؤمن يا ترى هل كل هذا لا يجعلك وبتخاف الله هل هذا كله لا يجعلك بار ام يمكن ان يجعلك بار العلامة ايه اللي تفصل اذا كنت تحب الخطية يعني انت بتحاول ما تعملهاش لكن انت بتحبها انت لسه ما بقتش بار انت مشروع مؤمن اذا انت بتحب الخطية انت لبقيت بار ولا حاجة خالص انت لسه خاطي اه بس بس انا بحاول ان ما عملهاش يعني بتحبها لكن بتحاول ما تعملهاش انت لسه برضه ما بقتش بار يعني مؤمن لكن انت مشروع مؤمن علشان انك بتحاول انك توصل لانك ما تعملهاش طيب الجانب التاني بقى انت بتحب الخطية وبتعملها يبقى انت خاطي على طول وليست لك حياة ابدي ما عايزين نعرف التعريفات ما هي الحياة الابدية حياة الابدية هي حياة الله لانه ليس لاحد في الوجود الخلود في عدم موت الا الله فان تأخذ الحياة الابدية ايها الانسان يعني ان تنال حياة الله وده احنا شرحنا كيف تنال حياة الله لكن ايه العلامة بقى اللي هتقول ان الحياة الابدية اللي هي حياة الله صارت في كيانك العلامة الاكيدة انك اصبحت تكره الخطية لا تحب الخطية وتحب الله وتحب اخاك يعني دلوقتي لما تقول انا مؤمن بس ما بحبش اخويا فلاد تبقى مش مؤمن تبقى كداب عفوا يعني الانجيل قال كده قال اللي يقول انه هو في النور وهو بيقرأ اخوه يبقى كادب فلما تقول ان انت مؤمن وان فيك حياة الله وانت تبغض اخاك تبقى مش مؤمن وتبقى كداب يبقى العلامات بقى الكلام واضح حياة الله فيك تبقى محبة الله فيك محبة الله فيك يبقى مدام صارت محبة الله فيك يبقى بتكره الخطية وبتحب الله وبتحب الاخرين ما بتحبش الله وما بتحبش الاخرين وبتحب خطية يبقى حياة الله لم تدخل الى كيانك لانه ناس كتير مخدوعة بمعاني متعددة مثل ان هو مؤمن وموحد بالله مثل ان هو بيعمل بيساعد الفقرة وبيروح الكليسة مثل الى اخره من هذه الامثلة الان الامور بقت واضحة قدامك هل فيك محبة الله لو فيك محبة الله تبقى بتحب الله وبتحب الاخرين تقول اه ما انا بحب الاخرين وكل حاجة بس هو فيه شخص واحد بالذات انا بكره اللي بيحب ما يكرهش واللي بيكره ما يحبش الواحد ده هو المحك اللي بيقول انه ليست لك محبة الله في نفسك بس انا مؤمن بس انا عايزة عيش لربنا يبقى تعيش في محبة الله طب ما انا مش قادر ومش عارف اعمل الوصية ومش قادر ومش عارف احبه لانه بيعمل اعمال مش كويسة يبقى تروح للي عنده حيات الله اللي هو ابن الله وتاخد منه هذه الحياة اللي هي تجعلك بار اهو ده التبرير اهو ده الخلاص طب انا اعمل ايه عشان ااخد حياة الله وعلشان ااخد بر الله بمنتقى البساطة انك تطلب منه انك تصدق انه هو ابن الله يعني بما انه ابن الله يعني فيه حياة الله وبما انه ابن الله وفيه حياة الله اذا هو يقدر ينديه لك هو ده الايمان المطلوب وبنسمى تطلب منه طب انا طلبت كتير اه طلبت كتير وما خدتش ليه لانك عايز حياة الله وعايز حياة خطيئة عين في الجنة وعين في النار عايز شهوات الجسد عايز شهوات العالم وعايز حياة الله ما يركبوش على بعض وده السبب ان انت لما طلبت حياة الله ما جاتش ليك لم تحصل عليه يعني كان مفروض اعمل ايه يعني مفروض انه انت بتطلب حياة الله تسيب تترك حياة الشر اهو ده الاسم التوبة التوبة يعني تترك تترك يعني ايه يعني فيه علاقة خاطئة اصلا بحب واصلا بحبها طب خليك بقى جنب اللي بتحب وبتحبها وبلاش حياة الله مخطأ بتحب وبتحبها وفي الشر تبقى ده الشر اصلا بيديني حنان وبيديني فلوس وبيديني اهتمام خليك بقى بقى الحنان والفلوس والاهتمام وما تطلبش حياة الله طلب ما نهاء ربنا حني ما انت هتطلبش هتاخد يبقى المسألة ليست خداع وليست اقناع للنفس ولا للاخرين المسألة حقيقة واقع عايز حياة الله موجودة في المسيح اها سهل اوي ولكن لازم تترك تخرج حياة الشر تخرجها وتتقيأها وتعترف بيها وتتركها علشان تستلم حياة الله هنا يحدث التغيير في حياة الانسان ويصبح الانسان بار انا عايز ادي لك بقى مثال وابروز بيه الكلام واختم به هذا الشرح عن يعني ايه نوال البر بالايمان بالمسيح وكيف يتحقق القصة مكتوبة في الانجيل حسب القديس يحن اصحاح التام يوم الايام اتوا الى المسيح بامرأة امسكت متلبسة بخطية الزنا وقالولوا انه بحسب شريعة موسى كما اوصانا ان الست دي ترجم فماذا تحكم انت هو قاعد يكتب لهم على الارض وبيقول الانجيل انهم كل واحد يشوف اللي بيكتبهوله كان بيتبكت كانت ضمائرهم بتبكته ومن هنا نفهم انه كان بيكتب لكل واحد الكلمة اللي تفكره بالخطية بتاعته فقاعد يفكرهم كل واحد عمل ايه عمل ايه يكتب له يكتب له فابتدى كل واحد يشوفه وقال له ايه كتب له مثلا اسم الخطية ولا اسم الشخص ولا المكان ولا كل واحد بدأ ينسحب وبعدين هو عمل يكتب كان يقولهم من منكم بلا خطية يرميها اولا بحجر لغاية ما خرموا كلهم واتواجه مع المرأة الخاطئة وقال لها اما دانك احد قالت له لا ولا انا ادينك ولا انا ادينك اذا بسلام ولا تخطيه ايضا الناس وهي بتقرأ قصة تقول يا سلام شايفين المسيح طيب وحنين ساب الست الخاطئة سامحها لا انت فهم مساء الغلط ازاي بحكم عليها بسبب خطيتها وهو يسمحها هو مش سابها وهي خاطئة لا اممال هو سابها سامحها على اساس ايه مش على اساس انه بيكسر الشريعة لا هنا السر بقى السر في كلمة ايه ولا انا قدينك يعني ايه بقى ولا انا قدينك يعني حياة الله اللي فيه خرجت منه على الست دي بخطيتها حياة الله طردت حياة الخطية منها اتبررت وهي وقفة في المواجهة معاه النور اللي فيه طرد الظلمة اللي في جتتها اللي في عقلها اللي في كيانها اللي في قلبها طول ما هو واقف قدامها عمال النور بيطهر هزي الانسان المسكينة وبيدين وبيحكم على اللي بيدينوها فعشان كده هي لانها وقفة مزلولة وخطية ومتلبسة ومرعوبة وخايفة هي استقبلت النور اللي طهرها يبقى دلوقتي يحكم عليها بتهمة ايه ما بقت برة اتغسلت بالخطية ومن ثم خلاص قال لها ولا انا قدينك فليس معنى الكلام ان المرأة اللي خاطئة اخدت البراءة كده ببلاش يعني تبقى خاطئة وبغفورها خطيك لا لا دي بقت مبررة الاول او ده معنى الغفران في المسيحية الغفران في المسيحية يختلف عن الغفران في غير المسيحية الغفران في غير المسيحية في الشريعة مثلا في العهد القديم زي ما هو مكتوب في هذا الاصحاح معناه الصفحة عن الخطايا السالفة اللي فاتت بامهال الله يعني انت خاطئ ولا مش خاطئ خاطئ اللي فيك فيك ايو ولكن اه امهال لكن الغفران في المسيحية مش معناه امهال لا الغفران في المسيحية معناه تطهير من الخطايا فيبقى انت بتاخد الغفران لانك فعلا الخطايا خرجت من جسمك وعقلك وكيانك وقلبك ايه اللي خرجها النور الحياة النور اللي جه من مصدر النور هنا بقى الفرق بين موسى النبي وبين ابن الله موسى النبي زيه زي كل الناس خاطئ ومحتاج اللي خلصوا موسى النبي ما عندوش حياة الله موسى النبي عندو كلام عن الله لكن ابن الله بلا خطي لانه ابن الله قال من منكم بكتنا عن خطي وعندو حياة الله ويقدر يدي حياة الله للي محتاجها ولما اخد حياة الله حياة الله النور الحقيقي يطرد الظلم اللي جوه كياني ومن ثم ينور في روحي وعقلي وجسدي فابتدي اقدر ارفض الخطي وادر اكرهها لانه النور دخل مكان الظلم خليني اقول لكم اللي حصل معايا وانا شاب صغير وانا شاب صغير يعني كنت تلميس في سنوي كنت عايز اعيش المسيح والكلام اللي انا بقول الوقتي ما كانوش بيعلمهولنا ما كناش بنعرفه لكن اللي كنا بنعرفه انك اعمل وسيط الله فتاخد البر وتاخد حياة الله فعيشت سنين الشباب المبكر كلها بحاول اعطيه على الله بس جوايا الخطيئة ما بتخرجش يعني الازدواجية اللي اللي كل الناس عايشة فيها لغاية ما جيه اليوم اللي اتواجهت معا اللي بقوله ده اكتشفت ان فيه خلل خطير محدش قال هلنا اللي هو ايه اللي هو استلم الاول حيات الله من ابن الله ولما تستلم حياة الله تستلم النور ولما تستلم النور النور يشفيك من الخطيئة النور يديك الاوة والغلب على الخطيئة عشان كده كل الخدمات بتاعتي زي ما انتم شايفين عن الغلب ليه ابتدت من اليوم ده في اليوم ده اكتشفت الانجيل ان فيه حاجة اسمها تستلم حياة الله الاول وبعدين تغلب بيها في اليوم ده اكتشفت ان ان المسيح بيدي الحياة بتاعته مجانا بس اطلبها وان الشرط الوحيد انك لما تطلبها اطلبها بتوبها فانا كنت عايز اتوب وليس كنتش عايز الخطيئة بس ما كنتش عارف اتوب عايز اه عايز لكن مش عارف مش عارف اتوب مش عارف اغلب الخطيئة مش عارف اخرج منها فعنصر التوبة والرغبة في التوبة كان موجود لكن اللي كان نائسني ايه حياة الله ملقيتش حد يقول ان حياة الله موجودة مجانا في ابن الله اطلبها منه بتوبة وحتى اخد وقد كان وكان هذا هو اليوم اللي غير حياتي مية وتمانين درجة ووضع ميكي وإلى كل اللي بيسمع برغبة حقيقية في التوبة فيدخل النور يغسل بقى الزهن من الافكار العين من النظرات الجسد من كل حركاته يغسل يعني يغسل يعني يحرر يعني يطهر ده اللي اسمه النعمة يا جماعة النعمة بتعمل كده ايوة قوة حيات الله بتعمل كده نعم فقط ينبغي ان تصل الى هذه النقطة نقطة القناعة الحقيقية والاكيدة ان ليس باحد غيره نوال حيات الله يعني بين قسين خلاص لانه هو ابن الله اللي فيه حيات الله تستطيع الان سواء انت قاعد قدامي او انت قاعد بعيد سواء انت اسمك بستوروس او فلتاوس او اسمك بوزي او اسمك هندوسي اسمك اي حاجة اي ديانة اي جنسية كبير صغير خاطش الرير ايا كان بلا تمييز تستطيع اذا اتيت الي بيه هذه التوبة انك تطلب حيات الله اخر كلمة هقولها بقى كيف اعرف ان انا لما طلبت اخدت هتعرف ان حياة الله لما هتأتي اليك هتحس بالفرح وتحس بالمحبة وتحس بالقداسة دخلوا الى كيانك اللي هيقول انك استلمت ان التلاتة دول يدخلوا الى كيانك تحس ان محبة الله دخلت لقلبك ناحية الله وناحية الاخرين وتحس انه الفرح وسلام الله غمر قلبك وريح روحك وعلك وتحس بقوة قداسة الله مشيت في جسمك وبدأت تطرد قوة الخطية من كيانك امين